نصرة المظلوم وإعادة الحقوق إلى أهلها ردع الظالم حتى يعود عن ظلمه المساواة بين الشريف والمسكين وأن نكون يداً واحدة في سبيل تحقيق ذلك تلك كانت مخرجات الجامعة العربية قبل نحو 1500 عام إنها اتفاقية العرب في جاهليتهم والتي سميت حينها بحلف الفضول يدفعهم إلى ذلك نخوة العربي ومرؤته وأخلاقه هذا الحلف وهذه القرارات العظيمة ظلت سارية بين العرب حتى صار الحلف مضرب للمثل في العدل ونصرة المظلوم واستمرت أهميته حتى أيامنا هذه حيث تم الاعتراف به في أروقة الأمم المتحدة كأحد مصادر فكرة حقوق الإنسان لكن حلف اليوم لا يشبه حلف الأمس وزعماء العرب قديماً ليسوا كزعماء اليوم فعلى مشارف العقد الثامن من ركام الفشل والأزمات تخرج لنا الجامعة العربية وهي تتوكأ على عكازها المهترق ولا تردعها تعاليم الدين ولا مرؤة العربي تخرج وقد حولت نصرة المظلوم إلى نصرة القاتل وردع الظالم إلى مصافحة المجرم وقد كانوا في ذلك يداً واحدة بالفعل ولا ندري أهو حلف عربي جديد لمصالحة زعيم الحشاشين أم هي ابتسامة في وجه قاتل الأطفال بل هل نقول إنها مصافحة شارب الدماء وعراب الكيميائي أم عودة لمتقلب الأحضان وربما ينتقل الإنسان من حضن لآخر لسبب ما حسناً إذن فإنما يزيد عن نصف مليون قتيل سوري على يد ميليشيات الأسد وأكثر من مئتي ألف معتقل وما يفوق العشرة ملايين نازح ومئات الألاف من الإصابات منهم الأطفال والنساء لم تعد تهم العرب في شيء المهم الآن هو إقاف تصدير المخدرات التي أغرقهم بها أسكبار العصري بشار الأسد وكيف يكون ذلك بإعادته إلى الجامعة العربية الجامعة التي وصفها نظام البراميل بالعبرية ووصف السعودية وقطر بالإرهاب والتطرف واتهم السعودية بوقوفها وراء العدوان الإسرائيلي عام سبع وستين ووصف دول الخليج بالتبعية الغربية وغيرها الكثير من الشتائم والإساءات للدول العربية وكما يقول المثل العربي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت